أمير فيصل بن فرحان وزيره الخارجية اليوم اتصار هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش وشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الخطاب الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الأمن يفاعل فيه للمرة الأولى منذ توليه منصبة المدة التاسع والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة وينذر بوقوع كارثة إنسانية وشدد الجانبان على أهمية بدل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار